مباراة صعبة، مباراة المحلة، المحلة عمل نتائج كويسة في الدورة بالمناسبة والأهل مع ضغط المطشط أكيد كولر ممكن يجري عدة تغييرات على التشكيل والصفوف الفريق فبالطبع تبقى مباراة صعبة، في نفس الوقت كمان المباراة بتتلاعب بدون تقنية حاكم الفيرج المساعد المباراة بكرة هيدرها الكابتن محمود البنة، ولكن ما هوش عامل المساعد اللي كان بيتعود عليه دايما وقول الحكام متعودين عليه، ما فيش تقنية الـ VR النهاردة حتى المباراة بتتلاعب بدون تقنية الـ VR، مطش الزمانة والمصر فيه أخطاء كارثية ومع ذلك المباراة بدون VR مش عارف الوضع إيه، معلومة كمان بنسبة كبيرة وطبعا لسه ما فيش تأكيد رسمي، مطش نهاء الكاس لسه يوم 10 إبريل ولكن بنسبة كبيرة قد تقام هذه المباراة أيضا بدون تقنية الحاكم الفيديو المساعد هو احنا يعني بنتقدم ولا بنرجع لورا النهاردة بعد موصلنا وبدأنا نشوف شكل جديد للدوري وبنقول حضور الجماهير وبنتكلم عن العدالة النهاردة يعني بعد ما المسابقة بتدت بالـ VR إزاي نرجع لورا ونقول أصلي في مباراة وفي مباراة لعب دلوقتي من غير الـ VR طب النهاردة هنرجع نقول أصلي اللعيب شد من برة وشد من جوة أصلي كورة راك الجزاء، أصلي مفروض تستحق طرد والحاكم ما طراتش ده ظلم الفرق ونرجع للقال والقيل زي الأيام اللي احنا عشناها زي ما العالم كله فيه الفار والناس بتتقدم ليه بعد ما تقدمنا عايزين نرجع لورا ومين السبب؟ النهاردة ما فيه ناس وفيه ربطة أندية لو اتحاد الكورة مش قادر ينظم موضوع الفار يحيل الموضوع كاملا للربطة وتبقى الربطة مسؤولة عن المسابقة كاملة ودي أدوات على فكرة بالمناسبة يا جماعة ربطة الأنديية هي المسؤولة عن مسابقة الدوري تنظيم وإدارة وكل شيء الطبيعي والمنطقي طالما الاتحاد أو اللجان السابقة عمل أزمة في مسألة تقنية الحاكم الفيديو المساعد سواء في الأدوات أو في السماعات أو في السيارات الخاصة بالتقنية طب خلاص نسلم الأدوات دي كلها للربطة وتبدأ الرابطة تتعامل مع الشركة عندك مشكلة مع الشركة، شوف شركة تانية وابدأ تتعامل معي يعني المم في النهاية ما ينفعش تبدأ مسابقة بالنظام وديجي في وسط المسابقة تغير النظام الأسباب كتيرة وفي حاجات منها ممكن تتقلع على الهواء وفي حاجات ما ينفعش تتقلع على الهواء ولكن في نفس الوقت ما ينفعش خالص النهاردة بنتفرج على مباراة في الدوري ومبارح وبقرة كمان ونشوف أخطاء يعني النهاردة في لعبة للمصري أمام الزمالكة كابتن محمود ناجي استحالة دي ما تحسي يعني أنت مش محتاج فار إزاي كرة زي دي ما تحسبهاش يعني أنا عايز أفهم إزاي بدون تقنية الفار أنت أصلا اللعبة واضحة بالنسبالك الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي وإحنا بين شوطي المباراة الزمالك والمصري كرة يعني ما ينفعش ما ينفعش كرة بالشكل ده كابتن محمود ناجي هو حكم دولي وقدر نهاية أمم إفريقيا للشباب ومن الحكام الواعدين ويخطأ هذا الخطأ الكارثي في مباراة الزمالك والمصري بكرة مباراة الأهل والمحلة هل أنت مثلا بتعتبروا أن فريق النقاط كبير ففي أريحية شوية بالنسبة لبعض الأندية لا ده أمر مش مقبول وفكرة أنه كمان نهائي الكاس ممكن يكون بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد حتى الآن أعتقد يعني الوضع محتاج تدخل سريع لحسم الأمر وإيجاد صيغة تفاهم بخصوص تقنية الحكم الفيديو المساعد وإزاي يتم استخدامها لفترة الجاية ولو فيها كابتن أسامة أزمات الفترة السابقة يطلع بيان رسمي يشرح لنا مين المسؤول عنها هل اللجنة الخماسية هل اللجنة الثلاثية هل الاتحاد الحالي مسؤول ولا غير مسؤول هل المستحقات الأديمة مين المسؤول عنها هل الأرقام اللي بتدفع تبقى للتعاقد أرقام سليمة ولا أرقام زيادة عن اللازم لأن بصراحة التقنية حتى على المستوى الفني فيها مشاكل كبيرة يعني فيها مشاكل كبيرة نحن نتكلم على التقنية في الأول نزل ده من حوالي ثلاث سنين لكن دلوقتي الفيفا عمل أكتر من تحديث لتقنية الفي آر فين التحديثات دي مش موجودة لكن مع التخبط الموجود نتمنى إن شاء الله كل التوفير للعاب النادل آلي في المباراة المهمة والمرتقبة غدا أمام غزل المحلة